أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة السبت في ليما عن دعم مالي لم يحدد قيمته لدول الشرق الأوسط والمغرب العربي التي تشهد تدفق مهاجرين فارين خصوصا من النزاع في سوريا يشهد العالم اليوم مستوى من النزاعات أعلى مما كان عليه قبل عشر سنوات إضافة إلى التهجير القصري بشكل أكبر بكثير من الحرب العالمية الثانية وأوضح رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في بيان أن هذه المبادرة المشتركة تقوم على جانبين تقدم الدول المانحة أولا ضمنات قروض من شأنها أن تتيح لدول المنطقة الحصول على المال من الأسواق لتمويل الانتعاش الاقتصادي وعمليات إعادة إعمار متوقعة ويتولى المجتمع الدولي توفير المال لإقراضي بدون فائدة للدول الذي تستقبل القسم الأكبر من اللاجئين في المنطقة بحسب بيان مشترك للأم المتحدة والبنك الدولي ولا يحدد البيان قيمة التمويلات ولا الدول المستفيدة